عودة يمكن تكون جداً قوية مع تسريبات أكثر تبين لأن نوكيا ناين جهاز منافس بشكل جداً قوي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهوكم فيصل السيف ولما نتحدث عن آخر التسريبات التي طلعت عن النوكيا الجديد نوكيا ناين المفروض يحمل عدستين من وراء الجهاز كلهم 13 ميجا بيكسل بالإضافة إلى منفذ USB Type-C معالج Qualcomm Snapdragon 835 ذاكرة 4 جيجا بايت مساحة تخزينية عالية يمكن أن يكون هناك شريحتين بالإضافة إلى أن الشاشة 5.2 سبعة إنش بدقة أكثر من Full HD فدقة جداً ممتازة عندما رأيت سليبات كثيرة تعطينا هذه النوعية من الخصائص نعرف أن نوكيا بالفعل ناوية تحدي سبق وذكرت أن نوكيا تبدأ باستراتيجية جداً ذكية فعلتها شركات كثيرة تبدأ تنزل جوالات فيئة الدخول وفيئة المتوسطة وتبدأ تأكل السوق وترجع نوعاً ما تأخذ ثقة المستخدمين بعدها تبدأ تنزل الجهاز جداً قوي الجهاز الجداً قوي هذا يكون في مواصفات كويسة تأتي تشاهد المواصفات التسريبات التي عن نوكيا ناين تقول بالفعل يمكن الجهاز ليس جداً قوي ولكن قوي فالجهاز القوي هذا سيبدأ يعمل بلبلة في السوق عندما تأتي شركات مثل سامسونج وصوني واتش تي سي وبالإضافة إلى الجي ترى أن هناك شركة مثل نوكيا ترجع للسوق وتنزل المواصفات الموجودة على الجهاز سأعرف أن هناك ربكة التي لا تكون في السوق نفس الربكة التي تحدث بين سامسونج وآبل عندما نتحدث عن أن كل واحد يحاول أن يأخذ القطعة الأكبر من السوق في الأجهزة البريميوم هذا لديه آيفون 7 وهذا لديه جالكسي اس 8 حالياً وننتظر لأيفون 8 لكي يأكل السوق فنعرف أن المنافسة جداً قوية والخصائص التي ستنزل على الأجهزة نوكيا ستكون شيء جداً منافس لو سألتك إذا جاء نوكيا ناين وكان مواصفاته جداً كويسة وكان سعره 1800 ريال بعتاد مثل العتاد التي كنا نرى بأجهزة نوكيا للميا هل ممكن تشتري هذا الجهاز وتفضله عن الجالكسي اس 8 والشتي سي 11 والسوني بريميوم الجديد هل تفضله عن الجي جي سكس او لا؟ لو أعرفت أنه حتى يمكن أن يكون هناك نسخة 6 جيجا بايت من ناحية الذاكرة أشعر أنه بالفعل سنة ممتعة من ناحية الجوالات عندما نرى شخص مثل نوكيا بقيادة اتش ام دي تأتي وتنزل أجهزة وتنزل جوالات وتحاول تأكل السوق بشكل أكبر عندما كانوا في برشلونة مؤتمر مجلس الجوالات العالمي كنا هناك في المؤتمر ولاحظنا أنه جوان مثل 310 لما رجعت نوكيا ونزلته كمية الصحفيين التي حوله شيء ليس طبيعي والصحافة التي حوله جاءت أكثر من الصحافة التي جاءت على الأجهزة الثانية التي طلعت في هذا المؤتمر يعني الناس متشوقع لرجعة قوية من نوكيا وأجهزة قوية من نوكيا الآن هناك استبيان في الحلقة أرجع لك في الاستبيان نفس ولما يكون لديكم استبيان ثاني هنا سيطلع على اليمين أو على اليسار على حسب انت قاعد تشاهدون من الجوال العربي وانجليزي ستقدر تجاوب على بعض الاستبيانات خلال الفيديو جاءب على الاستبيان وتسلم لا ستتجاوب من الفيديو ولا شيء ستبقى مع الفيديو وستتسلم معنا في الاستبيانات هذه كلها ونعرف بعض الآراء حقتكم نهاية الفيديو وكل فيديو سبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ونشوفكم على خير ونشوفكم مع نوكيا نايم بإذن واحد احد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته